السلام عليكم. نتمنى من الله يكون كل شي مزيان. يوم جديد فيديو جديد. اليوم غنتكلم على واحد القادية اللي هي مهمة. واحد الجدل كبير كي يضع حول مشروع الدواجين. وش هو مشروع فاشل او لا ناجح. هاد القادية دي فيها فيها ميتك اللي بالساف لان غادين على البروجي دي للجاج. وغنتكلم على مشروع اي مشروع كيف ما بغي يكون. وما يهمش القبيطال دياله وش خمسة الفدرهام ولا عشرين الفدرهام ولا. اللي مهم هو 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 مسمي على البروجي. اتخدم عليها. اي البروجي بدي تخدم عليها في بزاف ديال البوست. في في الماركوتينج في. يعني هاد الاشياء تكون عارفها مزيان. تكون درسها وفاهمها مزيان. يا اما عندك واحد عليها. يا اما دلو تيش تكوين عليها. او لا دلو تيش فرماسيهم في شي بلعصة ولا. يعني فاهم كيفاش غالي تسير هاد الاشياء ايه وخاية بسيطة بسيطة. ولكن خستك تكون عارف كيفاش تدير الجستيون لها دلو حويش هادو. بالنسبة للمشاريع الدواجين هو وراء مشاريع عميق وفيه ميتجان وفيه هاد الاشياء هاد الشي. خستك تكون انت عارف كيفاش تدير القونطة كيفاش تخدم عليها. وتكون عارف كيفاش تدير كيفاش الجستيون البروجي ديال كامل بصفة عامة. الى بغاية الى قلتي بانه مشاريع انه فاشل. فاشل من اي ناحية. هوش فاشل من ناحية انه دجاج كيموتليك. او الا فاشل من ناحية ديال انه ما فيش المدخول. يعني ما كيعطيكش الفلوس. الى قلنا انه فاشل من ناحية دجاج كيموتليك. فخصك صديقة مشي الديتكوين. الديتكوين في طربية الدجاج او الى الدواجين بصفة عامة. وتكون عندك واحدة كيفاش تطلع الدجاج كيكون كيف ممكن. الدجاج بلدي ولا خالية السلالات ولا سلالة معينة ومستقلة. او الا الدجاج الهاجين اللي كيخدموا بين الناس ديال ديال السيطي. اللي مهم هو انك تكون عندك واحدة تكوين في هذا المجل هذا. عارف كيفاش تخدم عليه. يلا قلنا انك انت فاشل من ناحية المدخول. من ناحية المدخول. فهدا هو الاختيار ديالك انت خصك تختار اللي غير يعطيك الانتاج مزيان. وتكون عارف اشنو. اشنو اللي غير يخلي اشنو كيفاش هدي توصل هذا كدجاج انه يعطيك الانتاج مزيان. يلا قلتي فاشل من ناحية انه المدخول قليل. والمساوف كتير بزات. فهدا كيرجع ليك انت. انت اللي خصك تدير واحد مزيان. خصك تدير يجي هاد البروجي ديالك ببعض طريقة مزيانة. اذا لمشكل في انك انا ما كنش في البروجي. لمشكل فيك انت. انت ربما استسهلت البروجي وخدمت عليه وقيبانك سهل. ومن بعد اركت تفشل فيه. الى بغاية تخدم على هاد البروجي خصك تكون عارفة عليهم زيان. عندك عليهم معلومات مزيان. تكون عندك واحد دراية بهد مزيانة. بعد المجال هادا. وتخدم عليه. دلتي بانا وراءة عندك مشكلة في المدخول فاخذتك تقلب على. مثلا كنقولو بانا كتصرف عليه بزاف وما كتدخلش الفلوس مزيان. عندك المشكلة فاشة اذا كتنتج انطل البيض. فاذاك البيض كيطح عليك مثلا بجوش دراهم ولا ثلاثة دراهم ولا دراهم والنص ولا دراهم. باش كتطح عليك البيض انطل. باش كتديك الجاجة كتبيض عليك بهذا التامان. اذا انت خذك تقلب على شي طريقة في التسويق. احاول دير الاشهارات مزيان باش تبيع بتامان مزيان باش يكون عندك الكوموندو على طول السانة. خذك تدير يكون شي ماركوتينج باش تقدم عليهم زيان يكون يكون عندك 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 واحد واحد اسواق في تخرج السلعة ديالك ديالانباراج باش تخدم. المهم تقلب على شي طريقة اللي انت تخرج بها السلعة ديالك بباحة التامان طالع. وتحاول تشوف تاني في الماكنة اللي كتجيب الجاج ديالك تخدم على على هذه القضية طيارها جد مهمة. إلا ما عرفتش كيفش كيفش تسير على في الماكنة اللي غجيب الجاج ديالك خذك تدير تنوع ولا تجيب على في مركاب ولا. لما يمتشوف شي طريقة باش يتحليك ذلك العلاف الخيس مزيان يتحليك مناسب. مناسب لاش مناسب لديك الجاج اللي عندك باش يكون عندك واحد لمقارنة ما بين المداخل والمخارج ديال البراجي. وتشوفش حال غادي يشتلك انت. اذا هنا هاديرا هاديرا حسابية اللي هي فيها ما يتقال وخصوك تكون عارف ليه وتكون عارف كيفش تخدم زيان كيفش كيفش تسير هاد القضية دي. معظم الناس كيفشلوا عافة هكا. يعني في المادة ما كيفشلوا ما بين المداخل والمخارج وما كيديروا لحساب لعملية حسابية لولو. غير كي يجيب لماكن لك حتى وكيبيع كده راح للوقت كي يقول لك مشاريع فاجيل وصافي. المشاريع هو يقدر يكون ناجح ولكن بتسيغ ديالك غيكون فاجيل. اه انتمنوا من الله تدعموا لقناة ديالنا وانتمنوا الله تستفيدوا معنا والله يوفق الجميع.